تفضلوا بالجلوس حضرة أمير المؤمنين السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ لقاءنا صباح هذا اليوم بتلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوه على مسامعنا الأخ مسعد راشد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَأَعْهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِّرًا أَنْطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ بَالْرُكَّعِ السُّجُودِ الآن أود أن أدعو السيد داود خان رئيس الجماعة الإسلامية الأحمدية في مالمو ليتفضل على المنصة لقراءة الترجمة الإنجليزية للآيات الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآيات 125 و126 من سورة البقرة ورحمة الله وبركاته المترجم للقناة المترجم للقناة رغم أن العديد منكم من أصدقائنا القدامى إلا أن بعض الحاضرين قد لا يعرفنا جيدا لذلك اسمحوا لي أن أعرض بإيجاز سريع مقدمة قصيرة عن الجماعة الإسلامية الأحمدية تأسست جماعتنا عام 1889 على يد حضرة ميرزا غلام أحمد عليه الصلاة والسلام في إحدى قرى الهند الصغيرة واسمها قاديان ونحن نؤمن بأن حضرته عليه الصلاة والسلام هو المسيح الموعود والإمام المهدي المنتظر عند جميع الأديان الكبرى حول العالم ونعتقد أن الله تعالى أرسله لإنهاء كافة الحروب الدينية ولتعزيز الأخلاق والسلام والعدالة والتسامح والإخاء لقد كان حضرته يعلم أتباعه وجوب حماية حرمة جميع الأديان والحكومات عن طريق إصلاح النفس وأن يكونوا مواطنين مخلصين وبعد وفاة حضرته عليه الصلاة والسلام في عام 1908 تأسست الخلافة إن الخلافة هذه المؤسسة الروحية لا يمكن إقامتها بحق إلا على منهاج وتعاليم النبوة وبالتالي لا يمكن إلا أن تكون منبعا للسلام وقد خلف خمسة من الزعماء الروحيين المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام واليوم لحسن حظنا نعيش في ظل خليفتنا الحالي حضرة ميرزا مسرور أحمد أيضاه الله بنصر العزيز وتحت قيادة الخلافة الميمونة جماعتنا في تقدم مستمر وباتت الآن تضم عشرات الملايين من المسلمين الأحمديين الذين ينتشرون في 207 دول في كافة أنحاء العالم لقد شيدت الجماعة الإسلامية الأحمدية أكثر من 15 ألف مسجدا وخمسمائة مدرسة وأكثر من 30 مستشفى حول العالم وقامت بترجمة معاني القرآن الكريم إلى أكثر من 70 لغة وتنشط الجماعة في خدمة القضايا الإنسانية عن طريق تقديم المساعدات والإغاثة للمناطق المنكوبة في كافة أرجاء العالم وقد دخلت الجماعة الإسلامية الأحمدية إلى السويد على يد السيد كمال يوسف عام 1956 ولكنها تأسست رسميا في عام 1970 وكان أول مسجد لها في السويد هو مسجد ناصر الذي يقع في جوتنبرغ وقد تم بنائه بواسطة الجماعة الإسلامية الأحمدية وافتتحه خليفة المسيح الثالث حضرة ميرزا ناصر أحمد رحمه الله تعالى في عام 1976 أما خلفية مسجدنا هذا فتعود إلى أوائل الألفية عندما تم شراء الموقع الحالي بموافقة خليفة المسيح الخامس أيده الله بنصره العزيز وأعطي الإذن كذلك للتخطيط وفي شهر أبريل من عام 2014 أرسل حضرته أيده الله بنصره العزيز ممثله السيد عبد الماجد طاهر الذي وضع حجر الأساسي للمسجد وقد قام حضرته أيده الله بنصر العزيز بتسمية هذا المسجد بمسجد محمود وبهذه المقدمة الموجزة اسمحوا لي أن أدعوه الآن الرئيس الإقليمي للجماعة الإسلامية الأحمدية لإلقاء كلمته الترحيبية فليتفضل السيد محمود راشد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حضرة ميرزم السرور أحمد أيدكم الله بنصر العزيز إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية وجميع الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنيابة عن الجماعة الإسلامية الأحمدية في السويد أود أن أرحب بجميع ضيوفنا الكرام ونتقدم للجميع بالتهنئة الحارة والسلام إنه لشرف عظيم أن يكون معنا اليوم حضرة ميرزم السرور أحمد أيده الله بنصره العزيز إنه لشرف عظيم أن يكون معنا اليوم حضرة ميرزم السرور أحمد أيده الله بنصر العزيز لقد انتخب حضرته لمنصب الخلافة مدى الحياة في 22 من أبريل عام 2003 ويقيم حضرته حالياً في لندن وهو الرجل الذي عينه الله جل جلاله وهو الزعيم الروحي لعشرات الملايين من المسلمين الأحمديين في جميع أنحاء العالم لقد ألقى حضرته أيده الله بنصر العزيز خطباً رئيسية حول العالم في العديد من البرلمات الكبرى منها على سبيل المثال كابتول هيل في الولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي في بروكسل ومبنى البرلمان ويست مينيسر في لندن وبرلمان نيوزيلندا في ويلنغتون وبات حضرته معروفاً حول العالم بأنه رجل السلام وخلال زياراته العديدة والمهمة كان حضرته يوجه وينصح ويشرح تعاليم الإسلام الحقيقية بالتركيز على أهمية السلام والعدالة واحترام كافة الشعوب والأديان لقد تم جمع مجموعة خطب حضرته إيده الله بنصر العزيز في كتاب واحد بعنوان الأزمة العالمية والطريق للسلام نحن المسلمين الأحمديين نؤمن أن مؤسسة الخلافة هي سبب نجاحنا يقوم حضرة الخليفة بتوجيه جميع أعضاء الجماعة الإسلامية الأحمدية وبسبب هذا التوجيه من الخلافة يبقى أبناء جماعتنا متحدين لمواصلة نشر السلام وتعاليم الإسلام الحقيقية في جميع أرجاء العالم وبهذا أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم جميعاً على حضوركم اليوم شكراً جزيلاً لكم جزاكم الله والآن أرغب في دعوة المحترم كينث أندرسون محافظ مالمو الذي شغل سابقاً منصب مندوب الحكومة المحلي في سوق العمل لعدة سنوات ومنذ عام 2010 يشغل منصب محافظة مدينة مالمو الكبيرة المحترم كينث أندرسون فلتتفضل مشكوراً إلى المنصة وشاركنا ملاحظاتك شكراً لكم حضرة ميرزا مسرر أحمد مسلمي مالمو الأحمديين الضيوف الكرام السيدات والسادة أمس واليوم وهذا الأسبوع هو تاريخ يستحق الذكرى لمالمو فافتتاح مسجد محمود هو بداية ونهاية في الوقت عينه هو نهاية لعملية ورحلة طويلة جداً إنهمك فيها الجميع من الفكرة إلى التحقيق وأنا واحد منهم وكنت أتابع لسنوات عديدة العمل الجاري ومعجباً بالحماسة البينة في كل جانب من العديدين الضالعين في العمل ومن جهة أخرى المسجد بداية للإسلام والأحمدية في مالمو من الآن سيكون متاحاً أن يعمر المسجد بشتى الفعاليات التي لم تكن في المبنى القديم فافتتاح اليوم هو بلا شك تغير كبير بالنسبة لكم لقد كنت دائماً الإطلاع وشكراً لإمام الجماعة الأحمدية على نشاط حضرة ميرزا مسرور أحمد ومساعيه للسلام وكل سفره حول العالم وتأثرت بالإخلاص البادي في عمله وأعرف تماماً أهمية زيارة حضرة ميرزا مسرور أحمد بالنسبة لأمير الجماعة الأحمدية المحلية في هذا اليوم التاريخي الذي نفتتح فيه مسجد محمود شكراً جزيلاً لكم والآن أدعو البروفيسورة كاترينا شينفل أستاذة العلوم السياسية في جامعة لندن لإلقاء كلمتها شكراً جزيلاً لكم أنا سعيدة جداً لوجودي هنا وللقاء حضرته إذ التقيته سابقاً في لندن قبل فترة قريبة كنت معنية بالعمل على تقرير لحقوق الإنسان بخصوص اضطهاد الأحمديين في باكستان وكان اسم التقرير مجتمع محاصر حول الاضطهاد المتزايد للجماعة الإسلامية الأحمدية وقضيت وقتاً في قاديان وربوى في باكستان وما صدمني في المكانين حول الحصار المطبق الجاري على الأحمديين ولا أعني بذلك حصاراً فعلياً وحسب لكنه نفسي أيضاً فوجود الحرس والأسلاك الشائكة والاحتراس الدائم من الهجمات المحتملة من قبل الملال أي المشايخ دوي النفذ والتأثير فضلاً عن الإعلان المعادي وخطاب الكراهية الدائم تجاه الأحمديين كل هذا أيضاً حصار وهو أيضاً حصار على المستوى المؤسسي فمؤسسة المجتمع الباكستاني برمتها ضالعة في مضايقة الأحمديين بشكل يومي ويلفت النظر الطريقة التي ترتكب فيها الجرائم ضد الأحمديين ويرتكبها الناس والمؤسسات القانونية والشرطة والإعلام والسياسيين الذين كان يفترض بهم حماية الأقليات ما أريد قوله اليوم وما أعتقد أن الأحمدية تعمل جاهدة عليه هو مناهضة التطرف والعنف بكل الأشكال لأنها شر مستطير وأمر لا بد من مناقشته ومواجهته في كل المجتمعات وينطبق هذا الأمر على اليمينيين المتطرفين كذلك الذين نلحظهم في أوروبا وفي بلدان أخرى في العالم وهناك تطرف الديني الذي يروق لكثير من الشباب المسلمي ويجرهم للتعاطف وارتكاب الأعمال الإرهابية باسم الإسلام لذا فعلينا في أوروبا والعالم كذلك أن نكافح التطرف على جميع المستويات وفي كل المؤسسات سواء المدارس والمؤسسات التعليمية وفي مجتمعاتنا وعلى المستوى السياسي ولكن لا بد من وضع مسألة الاندماج المجتمعي في الحسبان حتى تكون هناك فرصة لمكافحة دعاة الكراهية من من يريدون غلق الحدود ونشر ثقافة نحن وهم الحب للجميع ولا كراهية لأحد هذه هي رسالة الأحمديين وهي رسالة دفاع عن الديمقراطية والتعليم والمساواة والتسامح والقوانين المدنية والحرية الدينية وأرى هذا المكان ملائما وهاما جدا لنبدأ به حوار السلام والاندماج شكرا جزيلا لكم والآن أتشرف بدعوتي حضرة الخليفة للمنصة لتقديم خطابه حضرة أمير المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعشهد أننا محمدًا عبده ورسوله أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أود أن أختنم هذه الفرصة للتعبير عن خالص تقديري لجميع ضيوفنا لقبولهم تعوتنا لافتتاح مسجدنا الجديد في ملمو غالبيتكم ليسوا من أبناء الجماعة الأحمدية لذا فحضوركم هذا الحدث الإسلامي يدل على تسامحكم ووسعة صدوركم ويستحق من الثناء أنا واثق من أن هناك بعض الناس ربما حتى بين الحاضرين معنا ممن لديهم بعض التحفظات أو المخاوف من افتتاح هذا المسجد وربما يراودهم الشك حول مسجدنا نفسه لا سيما من لديه منهم احتكاك بسيط أو ربما معدوم مع المسلمين قد يكونون يعتقدون أنه يجب عدم بناء المساجد في العالم الغربي أو في الدول المتقدمة فهم ربما يعتبرون المساجد وسيلة لزعزعة الاستقرار في بلادهم ولزيادة الإنقسام والعداء للأسف هناك ما يبرر هذه المخاوف إلى حد ما بالنظر إلى أن بعض من يسمون بالمسلمين يستخدمون المساجد لأغراض شريرة كنشر التطرف وزراعة التطرف لذلك اسمحوا لي أولاً أن أطمئن جميع ضيوفنا وجميع سكان هذه المدينة والبلاد أنه لا يوجد أي داع للخوف من المسجد فبدلاً من نشر الكراهية والحقد لا يشيع المسلمون الحقيقيون والمساجد الحقيقية سوى الحب والسلم والأخوة في جميع أنحاء مجتمعنا في الواقع عندما يجتمع أحد مع مسلم حقيقي يجب أن يشعر بالسلام منه فقط وبالمثل عندما يدخل المرء المسجد يجب أن يشعر فقط بالسلام والإطمئنان إذن إن لم تكن هذه هي الحالة فهذا إما يعني أن الذين يدخلون المسجد ليسوا مسلمين حقيقيين أو لا يفهمون التعاليم الحقيقي للإسلام أو أن المسجد نفسه لم يبنى على التقوى أو لتحقيق الأهداف الحقيقية للمسجد إن المساجد التي ينتشر منها الشر ليس لها أي مكان في الإسلام في حادثة مذكورة في القرآن الكريم أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهدم أحد المساجد لأنه بدلاً من أن يبنى كدار للسلام بني بقصد إثارة النعارات والإفساد والذين بنوا المسجد كانوا منافقين وسعوا لإثارة الإنقسام في المجتمع سواء داخل المجتمع المسلم أو بين المسلمين وغير المسلمين في تلك الحقبة وبالتالي فإن القرآن واضح جداً في أن المساجد التي تبنى بهذه النية السيئة يجب أن تهدم وبالانتقال إلى المسلمين الأحمديين فنحن نؤمن أن مؤسس الجماعة حضرة ميرزا غلام أحمد القدياني عليه الصلاة والسلام قد بعث من الله سبحانه وتعالى وفقاً لنبوآت القرآن الكريم والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بأنه مصلح هذا العصر الذي اعتبره الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه المسيح والمهدي في الزمن الأخير ونحن نؤمن بأنه أرسل لهدفين شاملين توحيد البشرية في عبادة الله عز وجل ولفت انتباه البشر نحو أداء حقوق بعضهم بعضاً لقد بعث كوسيلة لسلام العالم بأسره ولذلك يسعى أتباعه لبناء جسور المحبة والرحمة في المجتمع تشهد المئة وسبعة وعشرون سنة من تاريخ الجماعة الإسلامية الأحمدية على حقيقة أننا نطبق ما نبشر به ورسالتنا هي السلام والمحبة والتسامح للمطامع الدنيوية أو السياسية وأهدافنا روحانية تماماً ونحن نسعى لنيل مرضات الله عز وجل ونسعى إلى تخفيف معاناة البشرية في عالم اليوم يقال ويكتب الكثير في معارضة الإسلام حيث ينعت بأنه دين التطرف والعنف على الرغم من أننا نعتبر هذا الوصف غير مبرر على الإطلاق والحقيقة المحزنة هي أن الأفعال المروعة التي يرتكبها بعض من يسمى بالمسلمين أتاحت لخصوم الإسلام الترخيص لإطلاق مثل هذه الإدعاءات الكاذبة ولكني كمسلم أحمدي لا تقودني رؤية الحال الراهن إلى اليأس ولكنها في الواقع وسيلة لتعزيز ثقتي بحقيقة الإسلام فقبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة تنبأ مؤسس الإسلام صلى الله عليه وسلم أنه مع مرور الوقت سوف يتم تحريف التعاليم الحقيقية للإسلام وستنسى تعاليمه الأصلية وتنبأ أنه في مثل هذا الوقت من الظلام الروحي سيرسل الله سبحانه وتعالى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لإحياء التعاليم الحقيقية للإسلام كما سبق وبينت نحن المسلمين الأحمديين نؤمن أن مؤسس جماعاتنا هو المسيح الموعود والإمام المهدي الذي بترويخه فقط بالشعلة الروحية سلط نوراً أبدياً على تعاليم الإسلام المجيد وأوضح الأغراض الحقيقية للمسجد وفقاً لتعاليم الإسلام وهكذا أينما وكلما بنت الجماعة الإسلامية الأحمدية مسجداً فإنه يبنى ليكون داراً للسلام ليجتمع فيه الناس معاً في عبادة الله تعالى وفقاً للتعاليم النبيلة للقرآن الكريم لذا فليكن واضحاً أن أبواب مسجدنا مفتوحة لجميع الناس المسالمين الذين يرغبون بعبادة الله عز وجل ومفتوحة لجميع من يرغبون في نشر قيم السلام والتعاطف والوحدة الآن وبعد أن افتتح هذا المسجد الذي سمي مسجد محمود أي الذي يستحق الثناء فإن من واجب المسلمين الأحمديين المحليين الأول أن يعكسوا تعاليم الإسلام الحقيقية والسلمية في جميع جوانب حياتهم فحيث من جهة يجب أن يدخلوا هذا المسجد كل يوم لعبادة الله سبحانه وتعالى عليهم أيضاً أن يدخلوه بعزيمة ورغبة صادقة لخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه ومن خلال سلوكهم عليهم أن يشيعوا السلام والرحمة والإحسان سواء في هذا الحي أو في جميع أنحاء المجتمع الأوسع ببساطة الإسلام هو دين السلام ولهذا السبب يقول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 26 من سورة يونس في القرآن الكريم والله يدعو إلى دار السلام في العربية لكلمة السلام العديد من المعاني والدلالات المختلفة فهي تعني السلامة والأمن وأن تكون آمناً من الرذلة والشر وتعني أيضاً السلم والطاعة وفي الواقع السلام هو أيضاً صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهذا يعني أنه مصدر السلام وقد أمر المسلمون بالتخلق بصفاته تعالى لذلك وحيث أن الله سبحانه وتعالى هو منبع السلام والرخاء فيتعين على المسلمين أيضاً توفير السلام والأمن والملجأ لبقية المجتمع وعلاوة على ذلك فإن الغرض الأساسي من المسجد أن يكون بمثابة مكان للمسلمين لأداء الصلاة وتعني كلمة الصلاة باللغة العربية في جوهرها الرحمة والمحبة والشفقة وكنتيجة لذلك فإن المسلم الذي يؤدي صلاته بإخلاص يكون لطيفاً وحنوناً ورحيماً ويسعى إلى الابتعاد عن الفواحش ومخالفة القانون وجميع أشكال الشر المصل الحقيقي هو الذي لا يزيح أبداً عن جادة الصواب والذي يخدم مجتمعه بأفضل قدراته باختصار المسلم الحقيقي هو الذي ينبعث الحب والحنان من جميع أنحاء محيطه والمسجد الحقيقي هو مركز السلام والأمن للبشرية الجمعاء المبدأ الرئيسي الذهبي الآخر للإسلام هو أن المسلمين مأمرون بأداء حقوق جيرانهم وخدمتهم ومساعدتهم في أوقات الحاجة في الواقع قال مؤسس الإسلام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة إن الله سبحانه وتعالى قد أوصاه بالجار بشدة حتى ظن أنه سيكون بين الورث الشرعيين للمسلمين إضافة إلى ذلك قال الله تعالى في الآية رقم 37 من سورة النساء من القرآن الكريم وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذو القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا عندما نقرأ هذه الآية ونتأملها ندرك تماما مدى الاهتمام الشديد الذي أولاه الإسلام لحقوق الإنسان حيث ربط الله الحقوق المستحقة له مباشرة مع الحقوق المستحقة للبشرية هذه الآية تثبت أن واجب المسلمين خدمة البشرية جمعاء بغض نظر عن لونهم أو عرقهم أو عقيدتهم بدءا من دائرته المحيطة التي تتألف من أبويه وعائلته وأصدقائه إلى أبعد من ذلك بكثير بما في ذلك الفقراء والمحتاجون والأيتام وغيرهم من المغلوب على أمرهم من أفراد المجتمع كما سبق وذكرت على المسلم أن يخدم جاره وفقا لتعاليم الإسلام ونطاق الجيران واسع جدا وبعيد المدى وهو لا يشمل الذين يعيشون في مكان قريب فقط ولكنه يشمل أيضا فئات أخرى مختلفة من الناس بما في ذلك زملاء العمل وصحبة السفر وهكذا فإن نطاق الحب في الإسلام كما هو واضح لا حدود له فكيف للمسلم الحقيقي أن يسعى لإذاء الآخرين أو أن يكون سببا في الطرابات المجتمع بعد هذا كله في الواقع هذا مستحيل لأنه عندما يوفي المرء بواجباته والتزاماته تجاه الآخرين يعد عندها مسلما حقيقيا من المفهوم طبعا في ظل المناخ الحالي أن بعضكم ولاسيما الجيران المحليين المتأثرين بشكل مباشر يحملون تحفظات حول هذا المسجد فمن الطبيعي جدا الخوف من المجهول وبالتالي قد يكون الجيران أيضا قلقين من أن السلام والأمن في مدينتهم قد يتزعزع الآن بعد افتتاح هذا المسجد ولكن واستنادا إلى الإسلام الذي أعرفه وأتبعه اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن هذا المسجد سوف يثبت نفسه ليكون ينبوعا للسلام وستتدفق منه فقط الينابيع الأبدية للحب والرحمة سوف ترون بإذن الله المسلمين الأحمديين الذين يعيشون في هذه المنطقة يسعون إلى نشر السلام والحب والإحترام وخدمة جيرانهم أكثر من أي وقت مضى لأن هذا ما يأمرهم به دينهم هذه هي التعليم الإيثارية والنبيلة التي لا تقول بها الجماعة الإسلامية الأحمدية فحسب ولكن والأهم من ذلك تطبقها أيضا في جميع أنحاء العالم لقد قمنا ببناء آلاف المساجد في العالم ورأينا دائما أن مخوف السكان المحليين تتلاشى عند التعرف علينا وتتحول إلى تقدير وترحيب بنا واعتبارنا جزءا لا يتجزأ من المجتمع كما قلت سرعان ما تختفي أي مخوف أولية بل ويبدأ جيراننا بالاعتزاز بوجودنا وبرسالة السلام التي تتردد أصداؤها من جميع اتجاهات مساجدنا يبدأ السكان المحليون برؤية أن الجماعة الإسلامية الأحمدية لا تشارك فقط في الجهود التبشيرية أو في بناء المساجد ولكنها تسعى أيضا لتخفيف آلام من يقاسون المعاناة ولإعطاء الأمل لليائسين ونحن نسعى لتوفير مستقبل أفضل للضعفاء والفقراء من أبناء المجتمع وكجزء من هذا الجهد بنت الجماعة الإسلامية الأحمدية المستشفيات والمدارس في المناطق النائية جدا في العالم لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لبعض أكثر الناس حرمانا في العالم بغض النظر عن معتقداتهم أو خلفياتهم وكجزء من جهودنا الإنسانية نحن منخرطون أيضا في توفير المياه النظيفة للذين يعيشون في ظروف صعبة وبائسة للغاية وذلك بتركيب أو إصلاح مضخات المياه الذين يعيشون هنا في الغرب حيث تتدفق المياه من الصنابير وتتوفر مياه الاستحمام باستمرار من الصعب عليهم فهم القيمة الحقيقية للماء فقط عندما تزور المناطق المعزولة في إفريقيا وترى بأم عينيك الأطفال الصغار يمشون عدة كيلومترات كل يوم من أجل ملء جفنات المياه التي يوزعونها بعد ذلك على رؤوسهم ويعودون بها إلى البيت تدرك حينها قيمة المياه الحقيقية وحتى هذا الماء الذي يبذل مثل هذا الجهد للحصول عليه نادرا ما يكون نظيفا وإنما متلوثا في الغالب وكثيرا ما يكون مصدرا للمرض يسعى المسلمون الأحمديون لمساعدة وإراحة مثل هؤلاء الناس والتخفيف من معاناتهم على أساس تعاليم ديننا نحن نقدم هذه الخدمات لجميع المحتاجين بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم أو خلفياتهم أينما بنينا المساجد نسعى للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع المحلي ونسعى لمساعدة من حولنا وبالتالي اسمحوا لي مرة أخرى أن أطمئنا أهل المدينة بل والمجتمع السويدي الأوسع أن هذا المسجد سيكون بإذن الله مركزا للحب والرحمة واللحمة وأود أيضا أن أذكر هنا المسلمين الأحمديين الذين يعيشون هنا بزيادة مسؤولياتهم حيث من جهة يجب أن يزداد حبهم لبعضهم بعضا وعلى كل واحد منهم أيضا أن يعتبر أن واجبه أن يكون سفيرا حقيقيا للتعاليم الجميل للإسلام فمن واجب كل مسلم أحمدي إزالة المخوف التي يحملها الناس من الإسلام من خلال سلوكه الجيد وتصرفاته الحسنة بالتأكيد أنا واثق من أن المسلمين الأحمديين سيلتفتون لكلماتي وسوف يظهرون للناس المحليين ما يمثله الإسلام حقا يمر العالم بأوقات عصيبة جدا حيث تجذرت الفوضى والصراع والظلم في كثير من بلدان العالم الترياق والعلاج الوحيد هو وضع المصالح الشخصية جانبا من أجل تحقيق الصالح العام المطلوب هو روح المحبة والتكاتف لكسر الفجوة المريرة التي مزقت الكثير من المجتمعات مشاكل اليوم ليست صغيرة النطاق ولكن في الواقع بعض البلدان تجتاحها الحرب والعنف تماما وللأسف الشديد مركز عدم الاستقرار والصراع هو بعض البلدان الإسلامية حيث فشلت الحكومات بأداء حقوق شعوبها وكرد فعل استجاب المتمردون والمتطرفون والجماعات الإرهابية بطريقة زادت الشرخ في مجتمعاتهم المكسورة في عالم اليوم المترابط لا توجد دولة أو دين معزول تماما وهكذا فإن الصرعات في العالم الإسلامي قد انتشرت في الواقع أبعد من ذلك بكثير وكنتيجة للحروب والعنف في العالم العربي نشهد ارتفاعا في الصراع وعدم اليقين والإضطراب هنا في الغرب أيضا في الواقع قد توغلت أيضا بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة الآن في أوروبا وأفرادها يعيشون في هذه الدول ويشكلون تهديد خطيرا لسلام وعافية هذه القارة ما يفعلونه لا يمت للتعاليم الحقيقية للإسلام بصلة وهكذا على كل واحد فينا يرغب في السلام أن نقف ونتوحد ضد هذه القوى الظلامية التي تسعى إلى التقسيم علينا أن نبذل كل جهد ممكن لنخلق السلام حتى لا نترك لأطفالنا هدية من عالم مكسور ومعذب بل علينا أن نضمن أن نترك وراءنا إرثا أو عالما سلميا ومزدهرا لتعيش فيه أجيالنا القادمة الطريق الوحيد الممكن لذلك هي أن تعترف البشرية بخالقها وتسعى لأداء حقوقه وحقوق بعضهم بعضا أسأل الله أن يمنحنا القدر على القيام بذلك آمين مع هذه الكلمات أود مرة أخرى أن أشكركم على حضوركم معنا اليوم بارك الله فيكم جميعا شكرا جزيلا أضيوف الكرام ننهي جلستنا بحسب تقاليدنا بالدعاء الصامت حيث نرفع أيدينا في الدعاء ويمكنكم مشاركتنا بأي طريقة تودونها هل لأن أطلب من أمير المؤمنين التفاضل بإمامتنا بالدعاء انضموا معي بالدعاء الصامت ترجمة نانسي قنقر ام يتحرك أمي بالدعاء الصامت سأبداً سأبداً دعاءً سأبداً 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 نحنين أخيراً دعاءً دعاءً نحن ترجمة نانسي قنقر قبل أن أصدقه بإمكانه ومعاقه أنا قرأت بعض منه إصلاحاته وهذا كان هذا المساعدات هذا المساعدات من الحياة وما يكون هذا الأحب للأمم وحب للأممم يمكن أن يكون حضورة بإمكانه لأنه هو مباشرة المساعدة و يجب أن نعمل بهذا هو 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 مرحبا و هذا كان مرحبا تحيح وانوش مع بالتحيحات مع المدينة ويوجد حيث أن بعض الناس قلت على المشارة ومع ذلك خلال الهدارة وشعر ونوش فأني أنه حقا تحيحات مع تحيحة الى آخر ونوش سأحيح بعد أنت من قلت على المدينة قلتة كما قلت أيضا في اليوم سرموني عندما أرى ما يفعله وما أرى ما يفعله أقول أنني أشعر بمشاركة للحصول في العالم وكل الأشياء التي تفعله في هذه المشاركة مباشرة وليس مباشرة أشعر بشكل مباشرة كل شيء هنا اليوم كانت أكثر من أشعر المترجم والمترجم والمعنى في المترجم مفقاً 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 جداً كانت مفقاً جداً أمتعه فيه وقعه هو مفقاً إذا كنت ترى فيه هذا التحدث عن التحصيل والمحاول وكيف يمكنك تحديث في الناس لذلك أمثل من الناس التحدث عن الناس من المعيش تقول لها فقط قلت بشكل قلت التي تحسينها كلها ولكنها جيدة كلها وقلت بشكل قلت بشكل قلت لكي يساعد على المعيشة المعيشة هذا كان مجموعة للمعيشة وهذا ما يمكن أن تكون هذا المكان معاً للمشارع الناس وأن الإسلام يصبح مباشرة في نفس الناس ومع هذا المشاكل المشاكل والمشاكل فأنا أعتقد أن هذا شيء مجاوش أعتقد أن هذا كم يمزل المشاكل المشاكل يمكن أن ترى أنه من المشاكل من قبل المشاكل المشاكل كانتها ترى أنها ترى أنها ترى مشغلًا عماك ترى since ذوق، الآن يمكنك ترى أنها ترى بشكل 은عنى في طلع كل شيء وأراحك ترى أمودة عندما ترى البرمج